جاء في السنة النبوية أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله إلى ثابت فقال خذ الذي لها عليك وخلي سبيلها قال نعم فردت عليه حديقته وطلقها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أرحب فيكم أجمل ترحيب في برنامج الشريعة والقانون لازلنا يا جماعة في قوانين الزواج ومحطات الزواج تكلمنا من بداية الخطبة إلى أن وصلنا اليوم عن خروج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها هل يعتبر نشوز ولا لا وجهة نظرنا كرجال كل واحد له فكرة في هذا الموضوع فيه منه من يقبل يطوف بالكويتي أن زوجها رايحة دوام رايحة بيتها هلها رايحة عند صديقة توجبها والدها ولا فيها لا سمح الله عملية مسوية عملية رايحة تزورها إلى آخرها من الأمور أيضا بعض الأزواج وكأن العلاقة بينه وبين زوجته هي وحي ونازل من الله عز وجل لا يقبل أن يبدل أو يتغير وهذا التشنج تكلمنا فيه في الحلقة الماضية وأكدنا على أن الشرع الإسلامي أباح للمرأة أن تخرج في غضاء حاجاتها الأساسية وأن الزوج له حق الاستئذان كما هو معروف لكن ليش لأن خوفا عليها من الضرر وحرصا على مصلحة الأسرة أيضا من النقص والإهمال لكن إذا انتفت هذه الموانع يا جماعة قلنا أن الرحمة مطلوبة من الزوج على الزوجة أيضا الرحمة مطلوبة من الزوج عشان ما يتزمت ويتعند ويمنع زوجته حتى من الخروج لأمور ضرورية روحت طبيب أنت مشغول جهازك مسكر أنت قاعد بالدوانية تلعب جنجفة وتلفونك بدون شحن وهالمسكينة تلف على ولدها مصخن ولا بنتها محتاجة الطبيب أكيد شي طبيعي والفطرة الطبيعية راح تطلع الزوجة تأخذ ولدها ولا بنتها لشيء أساسي ومهم وهو ذهابها إلى الطبيب أبوهم صخن ولا لا قدر الله أخوهم سوي حادث في العناية المركزة اتصلت عليك لقيت جهازك مغلق أو اتصل التلفون وأنت ما رديت عليها فطرتها وإحساسها المرحف راح يخليها دون عقل تشكل سيارتها وتذهب إلى المستشفى لزيارة والدها أو والدتها أو أقربائها أو حتى صديقتها الغالية على قلبها لذلك وصينا في الحلقة الماضية أن ندير بالنا على زوجاتنا ولا نجعل من بعض الأمور التي أنا أشوفها ضرورية مشكلة في حياتنا أبي أضرب لكم قصة سريعة شفناها في المحاكم لوحدة من الأخوات الله يرحمها بعثت رسالة تستئذان من زوجها أنها رايحة في أمر مهم وللأسف كان قاويها الشيطان وكانت على موعد غرامي مع رجل أجنبي لا يمت لها بصلة و أثناء هذا الموعد الغرامي المخالف للدين الإسلامي و المخالف للقانون الكويتي و المخالف لكل عادات أهل الكويت التي جبلت على الدين و المحافظة و الأخلاق صار معهم حادث يعني للأسف و توفت الله يرحمها و انفضح أمرها لكن ما كان من هذا الزوج الذي متغي الله عز وجل و خايف الله و حاط الله بين عيونه نفسه ما يقول بالكويت إلا أنه كتم على الموضوع و خلاه بقلبه و لم يعني يجهر لأحد لفضيحة هذه الزوجة اللي يمكن كانت في فراغ عاطفي غد تكون أين كانت المبرر نحن لا نبرر لأي زوجة عندها مشكلة مع زوجها فراغ عاطفي أو شاد عليها أو ممكن يكون خلطان في حقها أن تروح تدور من الرجال رجل أجنبي حتى تغلد النظريات الغربية نحن عندنا زوج نموت معه و نعيش معه مات بين زوجك الله شرع لك أنك تطلبين الطلاق أما العادات و العلاقات المشبوهة كالكفار و كالحضارات الغربية الانفتاح و غيرها هذه لا تموت للعقل و لا للفطرة السليمة بأي صلة فما بالك أنت مسلمة فلا تخليني الشيطان يعني يسوق لك خطواته و يجركم إلى الفضفضة و يسمونها يعني أحاول أفضفض بر بيتي عندنا فاصل سريع و رد نستكمل عن عمل المرأة في الشرع الإسلامي شنو وجهة الدين الإسلامي بوظيفة المرأة هل يجوز و لا يجوز خلوكم معنا فاصل سريع و راجعي لكم لا تبعدون رجعنا لكم بعد الفاصل حياكم الله و كل من أنظم لنا في برنامج الشريعة و القانون نرحب فيك و لازلنا في محطات قوانين الزواج اليوم تكلمنا و الحلقة الماضية أيضا تكلمنا عن خروج المرأة من بيتها لضرورة زيارة أبو زيارة صديقة توجيب عرس مناسبات المرأة الكثيرة أيضا خروجها للصلاة بدون إذن زوجها هل يعد نشوز و لا هل تعتبر هذه المرأة عفوا ملعونة من الله عز وجل و لا هل فعلها محمود و لا وصلنا إلى نقطة عمل المرأة في الشرع الإسلامي جاء في الموسوع الفقهية أن الأصل في وظيفة المرأة الأولى شنو؟ هي إدارة بيتها يا جماعة و رعاية أسرتها و تربية أبنائها أجمل تربية و حسن كشختها و تبععلها لزوجها شنو الدليل؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة راعية في بيت زوجها و مسؤولة عن رعيتها هذا حديث متفق عليه لا تقول لي ضعيف نعم المرأة راعية في بيتها نفس ما أنت راعي على أسرتك و تكد و تشقى و تتوظف و تتعب هي أيضا مسؤولة لأننا يا جماعة هذه ليس شركة هذه مسؤولية و أمانة و ميثاق غليط الله اسمها بالقرآن الكريم أيضا هي غير مطالبة بالإنفاق يا جماعة لا على نفسها و لا على أولادها و لا على زوجها هي مطالبة أيضا في التربية و حسن التبعول و كشختها و اهتمامها في بيت زوجها تنظيفها توفير أكلها شربها احتياجاتها اليومية راحتها النفسية لذلك أوجب الله عز وجل و الشرع الحكيم أن نفق على المرأة تكون على الأبو فإذا تزوجت من يكون مسؤول عنها؟ أكيد زوجها لذلك الأصل هو لا مجال يعني لعملها هذا الأصل لأن عملها البيت لكن إذا كان عملها ضروري مثلا و لا ننسى هنا نقطة يا جماعة ترى عمل المرأة في البيت ترى يعادل و يساوي عمل المجاهدين في سبيل الله الأصل خلنا نتفق على الأمور المرعية الأصل عمل المرأة هو بيتها و زوجها و أولادها عندها هم كبير إخراج لنا جيل قوي كل واحدة يكون عندها أسمى هدف بعطاعة الله عز وجل و زوجها هي أسرتها لذلك الإسلام لا يمنع المرأة من العمل لكن إحنا قلنا تثبيت مفاهيم الأصل عملها بيتها إذا كان العمل مباح و الزوج راضي فالإسلام أكيد لا يمنع المرأة من العمل لأنها من حقها تبيع وتشتري من حقها توكل من تشاء توكل غيرها أو تأخذ توكيل عن غيرها في البيع و أن تتاجر بفلوسها و مالها و ما يجوز لأحد منعها من أي تجارة و أي عمل مباح ما دامت مراعية شنو؟ أحكام الشرع و الدين و القانون المرأة بطبيعتها و فطرتها تميل إلى شنو يا جماعة البقاء في بيتها و القيام على رعاية أمورها عيالها و زوجها النهوض بهذه الأسرة تشعر أصلا بالسعادة و السكينة في بيتها و في بقاءها و مع أولادها أيضا أعتقد من الوفاء أن تنجز حاجيات زوجها و أيضا تربي أبناءها بأفضل طريقة فإن كفاها زوجها أو وليها النفق الكافية أعتقد و أعطاها مجال ما في داعي لخروج لها يعني و البحث عن وظيفة و غيرها خاصة نحن في بلد مثل الكويت الحبيب الحمد لله الوظيفة متوفرة حتى لو ما وجدت وظيفة في الدولة تقدر تتجه إلى البزنس و إلى العمل الخاص و إلى دعم العمالة و غيرها من الأمور أيضا الزيارات يا جماعة نؤكد على الانضباط بآداب الشرع الحكيم اللي ترحب بخروج المرأة لأشياء أساسية يعني في كثير من الأمور مفروض أذكرها لكن لضيق الوقت يعني قاعد أحاول أني أضغط الموضوع ضغط و أطلع بصورة أو بمفاهيم و مبادئ كلنا نركز عليها سواء الزوج أو الزوجة حتى نتجنب لا قدر الله النشوز و اللعنة و الطرد من رحمة الله عز وجل أتمنى أن رسالتي وصلت من القلب لكم إلى القلب كما أحث كل أخواتي العزيزات على حسن طاعة الزوج و الامتثال للشرع و القانون و هلا هلا بأزواجكم لأن بقاء الأسرة قوية خير يعني من لا سمح الله هز هذه الأسرة و الانفصال و الطلاق و ويلات الطلاق الموضوع يطول و لكن الوقت أزف و مضطرين أن نختم هذه الحلقة نراكم إن شاء الله في الحلقات القادمة نستودعكم الله و إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة